السلام عليكم ورحمة بكم معنا في معلومة قانونية جديدة تهم السائقين قبل ما نبدأوا اشتركوا في القناة وتعامونا بلايك تسجيعا لنا وضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا في المعلومة دي اليوم كتخص المعاينة الودية في حالة رفض ملء المعاينة الودية فكيف ما كتعرفوا الى واحد جوج ديال السائقين يعني قاموا بحادثة تسير وانتج على هذه الحادثة اضرار مادية وليس جسدية فان الشرطة لا تتدخل يعني الشرطة في حالة وقوع حادثة تسير ونتج عنها اضرار مادية وليس جسدية فالشرطة ما كتدخلش وفي هذه الحالة فالسائق المتضرر والسائق المتسبب في الحادثة كيقوموا بملء المعاينة الودية ولكن هناك بعض الحالات يرفض المتسبب في الحادثة التوقيع على المعاينة الودية ففي هذه الحالة فالحالة التي يرفض فيها المتسبب في الحادثة توقيع المعاينة الودية فالمتضرر فكيلجأ للشرطة وكياخدوا المعلومات على صاحب السيارة المتسبب يعني في الحادثة فكياخد عليه معلومات وياخد معلومات على السيارة وكيلتاج الشرطة وكيقدم دعوة ديالو كياخد الأقوال ديالو فبناء على هذا المحضر اللي غيره معاه الشرطة فيمكن يقدمه شركة تأمين واللي كيكون عنده ضور كبير فهنا شركة تأمين تقوم بتقديم التعويضات وفي هذه الحالة فإلى المتضرر يعني اقتنع بالتعويضات اللي غيرتقدمه شركة تأمين فإنه يقبل التعويضات وإلى ما اقتنعش بالتعويضات اللي قدمته شركة تأمين فيمكن ليه أنه يلتجأ إلى المحكمة ويطالب بالتعويض عن الحادث شركة تأمين